أزل أهلين وسهلين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزرانة مازيغ في الحلقة هذه وزي ما عودناكم بدنا نطلق من جبل نفسه بجذر جديد وحقيقة يعني جذير بالاهتمام اللي هو جذر ياغ ياد ياؤ والأحيانا تكون ياغ ياد وحدها يعني غاء ودال وحدها على يتيحال في جبن نفسه نقول تاغذى بضم مختلس تاغذى الغاء هذه كفاءة ضم مختلس وغالبا نقصد بها الأرض المستطيلة الصالحة للزراعة الموسمية هذا الجذر عموما من معناه يدور حول الاستقامة يعني تقريبا يا غيال هذا في جميع التنوات المنزيغية نجد نوع من أنواع الاستقامة في استعمالاته وهذا سنشوفه مع بعضنا سواء للمعنى الحقيقة أو المعنى المعنوي وهذا سنشوفه طيب نجد تاغذى بمعنى الأرض المستطيلة في نفسها نجدها عند القبال نجدها عند السوس نجدها عند الأمازيغ نجدها عند فيقيق نجدها كذلك المرادة حالتك لبعض المناطق التي لم تكرتها من قبل نجدها عند صنهاجة نجدها عند إزناتها وغيرها الأهنيه كلها تعني سواء بالعمومة وبالتخصيص هي الأرض المستقيمة أو الأرض المستطيلة التي تزرع في زراعة موسمية سواء زراعة موسمية أو فيها حتى أشجار لا تعني شيء المهم أن تكون الأرض مستطيلة طيب يعني ونلقو مثلا في جبل نفسه بالإضافة إلى هذه الأرض نجد عندنا سوف سمى سوف نغده وهذا حتى نصله بعدين في الكلمة فأما ما يتعلق بالاستقامة في معنى الكلمة هذه نجد لها استعمالات وتعددات كثيرة جدا نجد مثلا نلقو تعرفوا الرمح الرمح هذا هو أقدم سلاح استعمال الأمازيغ رأوا السيف جاء متأخر في التاريخ الأمازيغ وهذا يذكرون الموريخين بكثرة والأخير ولكن السلاح المفضل عند الأمازيغ عبر التاريخ هو الرمح الرمح لما يكون المقبض متاعه من الخشب يسمى التاغذة ويسمى كذلك تاغذة بالنسبة للجمع وهذا نجده عند جميع الإموهاغ في الجنوب ونجده بالتخصيص في الشمال مثلا عند الأوراس وغيرهم زي ما قلنا قبل شوية مش قلنا أن هي أشترط فانتاكو الخشبية علاش؟ لأن العصة المستقيمة عند الأمازيغ اللي هو الأطلس المتوسط عند الجنوب الشرقي عند الأوراس عند السوس عند نفوسة وغيرها هي العصة المستقيمة تاغذها العصة المستقيمة نجدها مخصصة كذلك عند مثلا شنسماهم هاد الوادي ميزاب وورقلة وغيرها بالجريد الجريد لما تنحي منها السعاف وتقعد العصات الطويلة هذه المستقيمة بروحها تسمى كذلك تاغذة بل نجد كذلك القصب أغاني كذلك يسمى تاغذة على نتيحال ما ننسرع في الكلمات لكن دمي ذكرت القصب الطويل هذا أول اللي هو صنع منه الجريد الطويل يستخدم في النول أو في أزطة اللي هو الشي نسمو فيه المنسج هذا نجد يسمى كذلك فيه الطرف يتسمى عند أغلب الأمازيغ يسمى تاغذة الطرف هذا الطويل اللي هو يستعمل كذلك في تقويم المنسج أو على نتيحال هو عبارة عن لوحة مستقيمة بل نجد اللوح أو العمومة الأعراف الأشجار عموماً عممت الكلمة فأصبح تطلق على جميع أعراف الشجر مثل عند مزاب وورقلة والأوراس نلقى مثلاً كلمة أخرى متعلقة بها في خشبة مستطيلة بشي المحرات يقعد مستقيم ديما هيكي وما يميحش وانتو تعرفوا كيف المحرات اللي استخدم اللي حرت في المحرات متاع البقر أو متاع الجمل أو متاع الحمار يجد أن المحرات بسهولة يتقلب لأنه هو واقف على رجل واحد هذا الطرف اللي هو يتحط يسمى في العربية الفصحة العاتق يسمى كذلك تاخد عن تمازيغ تشلحيت وغيرهم زي ما قلنا في الثاني واحد طيب نجد مثلاً أي حاجة تانية عرفت هذه الرافعة اللي ترفع فنمية من البير أولا يستخدم فيها باش يحملوا منها الدلو بتاع البير وهذه نجدها مثلاً عندنا في ليبيا عندنا في غدامس تسمى أغوديد وتسمى إغوديد وهي موجودة كذلك في أوباري وموجودة في غات وموجودة عند أمازيغ الجنب هذيك بتاع الرافعة البير اللي هي غير متزنة من جهة تكون طويلة هلبة ومن جهة تكون قطيرة باش تساهل رفع الأشياء الثقيلة هذك يسمى أغوديد وإغوديد المستقيم نفس الشيء طيب في العربية الفصحة تقريباً هذه اللوحة اللي حكيت لكم عنها تسمى العتلة أو القلابة أو المتأرجحة عندها اسمها هلبة في العربية عليتي حال نجد مثلاً كذلك حتى للإنسان تعرفوا الإنسان الطويل اللي يسمى بالفرنسية سفيلت سفيلت هذا بالفرنسية هو في الأمازيغية أسقد داد طبعاً تعرفوا الغاء والقاف في الأمازيغية أسقد داد هو الإنسان الرفيع ويعني يكون رجيغ غالباً يقول طويل هلبة من غير أزجرة الأزجرة هو الطويل عموماً بس هذه تقصد اسفيلت يقصد بها لو انترجمها حرفياً نجد تعرفوا التنهيط تنهيط هذه المبنادي يتكسل ويدير إديه ويرفع مكة للسماء ويوسع بين إديه لكي يتنهيط كويسة ويتنفس الصعضاء تسمى في اللغة الإنجليزية هذا كذلك يسمى سقدد وكذلك نجد فعل الامتداد للاستراحة يظل وكذا بمعنى قد يسمى يغد يغد دار النس بمعنى أراحة رجليه واستلقى واسترخى بمعنى حطهم في وضعية مستقيمة نجد كذلك آه حاجة تانية تعرفوا الرقاصة متاع الساعة أولا الساعة مش فيها زوزع قرب الرقاص هذا يسمى في اللغة الأمازيغية أو هديدة انت تقولوا ممكن الساعة جديدة وحديثة وكذا من نجدت هذه الكلمة في الحقيقة لا عرفت الساعة الشمس مش فيها زي المصطرة في النص وفيها خطوط وكذا بالضل الضل هذا يعطي إمكان الساعة قداش في النهار وإلى آخره هذه قديمة قديمة جدا يعني هذا يسمى أغوديد كذلك ومنه أخذت الساعة الحديثة هذاك العقرب أغوديد هو تلك المصطرة المستقيمة للضل المتاعها يعطينا التوقيت وهي أعطت الوقت نفسها الحقيقة مثلا نقول أغوديد 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 المستقيمة في الهندسة الرياضية يسمى أغوديد أغوديد عليتي حال شفتوا كيف أغوديدد مشت من معنى إلى معنى آخر أغوديد 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 الحقيقة ليست اسم علم على هذا النمات اللي هو من فصيلة العسلوس أغوديد وأغوديد أي نبات مستقيم الساقين القمح والشعير القصب ما نعرفش يعني اللي قامل هي النعناع إلى أخير كلها تجد فيها كلمة أغوديد بشكل أو آخر فنجدها مثلاً زي ما قلنا عن جميع الأمازيغ تقريباً نجدها مثلاً في جيغو في الريف هو أي نبات أول ما يطلع والما يطلع يكون مستقيم طلعها قصيرة جداً هذا كذلك يسمى التغذى وعدد النباتات التي تسمى بهذا الاسم كثيرة جداً ولكن تعرفوا أنت أغدو وإغدة اللي هو اللي نسمى فيه نعناع ونقوله أغود اللي هو أغدو اللي هو القصبة متاع النباتات عموماً عليتي أحد نلقو مثلاً كذلك حاجة أخرى في العمارة نجد الطريق المعبد الطريق المنبسط أو الجسر كذلك أغدى نلقو مثلاً اللعبة تغدوت اللي هي لعبة زي الضامة تتصفى فيها اللي هو أظن أظن تسمى تشا تشا في ليبيا سامحوني على الكلام ما نعرفش حقيقة المعنى بالعربية اللي هي تنحط فيها الأحجار بشكل مستقيم واللي يجيبهم بطاق المستقيم يربع تغدوت طيب ننتقل للإستعمالات المعنوية نلقو عند زناقة شي جميل جداً أغدى هو الإنسان الخلوق والمستقيم خلوقاً نجدها مثلاً نجد عند السوس والجنوب الشرقي بمعنى المستقيم والصالح كذلك منها نقول أبريث إغودان أي ندعو له باستقامة الطريق وتسهيلها وإلى آخره ومنها في العمية اللي بديه يقولك بنتسجد أي بنسافر بنمشى لحالي وكأن به تيمناً يقول لنفسها أريد أن أتسهل في الطريقة فأهني من جد جد بنسجد طيب نجد عند سوس إغودان وإغودان تعني كل ما هو صالح وجيد بل نجدها أحياناً تعني الجميل ومنها إسجد أي اعتدل واستقام منها الفعل سغدى طبعاً هذا ينقلنا للمعنى الآخر وهو الاستقامة عند أير اللي هم عمزيغ الجنوب وأظنني عند أغلب الإمهار تقاد تقاد اللي هي تعني الاستقامة عموماً الاستقامة في الخلق الاستقامة في الدين الاستقامة في كوشي بل ربما ترتبط كذلك بأغديم وأغديمن اللي هي العدل والاستقامة في معامل التنوعات المزيغية نلقى كذلك الحيوان المروض نحن نعرف طبعاً هو إغرد والآخره تعني الداجن ولكن المروض غير الداجن يقول لك ذلك الحيوان يغداع أي جاء إلى الطريق أي يستقهم أي يطروض الحقيقة هذا الجدر جداً غني ومتفرع ويحتاج لأكثر من الحلقة لكن هني بس نحب ديما في الحلقات هذه أني نعطي مقدمة لكل جدر من الجدور المهمة في المزيغية سمحون اليوم مرة هذه اذكرت على فكرة التنوعات هلبة مزيغية ما كنتش نذكر فيها هلبة زي زناتا مثلاً في الجزائر زي صنهاجة في شمال المغرب أو في جيغ حتى هي مع أنها تنوعات مزيغية جداً غنية وسنحاول أن نستشد بها مستقبلاً تنميرتون والحلقة أخرى إن شاء الله من جذور الأمازيغية وإن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة هذه وتفتح النقاش بينكم وتجد الكلمات الأخرى اللي هي مرتبطة بياغ ياد في اللغة الأمازيغية تنميرتون ترجمة نانسي قنقر